اشتركوا في القناة منطقة تسمى المدبسة احنا في الشارع الجميل الموجود في بيت لحم يعج ويكثر بمحلات الذهب والمجوهرة نحكي عن موضوع الزواج كثير مننا بيطرقها الباب ولكن كثير مننا بيلاقي فيه رفض وفيه قبول احيانا اغلب الشباب لما يبحث عن زوجة بيبحث من المظهر ما بيبحث عن المعدن حكينا عن هالموضوع في قديم الزمان لغاية اليوم اذا بتسأل ستة وستك وامي وامك بيقولك انا تزوجت بدنار اردني طلعوا معي حصيرة واغلبهم اغلبهم ما كانوا ينظروا للمال ولا للذهب ولا للمجوهرات ولا للبيوت ولا للسيارات اليوم بنحط شروط كثير تعجيزية للشباب بتمنى منكم اذا في عندكم فتاة وصلت سن الزواج ما تتأخروا في انكم الزوجوها اي شاب ترضونا دينه وخلقه زوجوه لا تنظروا للمال كالعادي هي ما بتطلب اهلها اللي بطلبوا ليش بتطلب هذه الطلبات التعجيزية اغلب شباب اليوم مش متزوجين والسبب زيادة تكلفة تقوس هذا الشيء اللي يقام في هاي الارض اللي هو اصلا نعمة مش نقمة كالعادي شبابنا ليش بتروحوا لهذه التكاليف ولهاي المصاريف الزيادة وانت يا الفتاة كمان بالمقابل ما لازم تطلبوا بهذه الطلبات الاهل هونوا عليه كالعادي الفتاة اللي بظلها تطلبوا وتدعي في كل صلاتة وبتصحى في قيام الليل وبتروح لكل مكان مقدس حتى انها تطلب من ربنا يبعت لها ابن الحلال لما يبعت لها ابن الحلال يصبح هو مغارة علي بابا بدنا نطول منه كل شيء تعجيز ذهب سيارة دار تلفون بدي اروح وقت ما بدي بدي اجي وقت ما بدي زواج مش هيك شراكة فكر تشارك انساني لتعمر انت وياها في هاي الارض والمثل بيقول يا ما يخذ القرد على ماله بيفنى المال وبيظل القرد لحاله فكر كيف تختار هاي الشريكة مش لي منظرها دول على الحسب والنسب الصالح فكر انك تقل المهر على بنتك اقل كنا مهرا اكثر وكنا بركة الدين الاسلامي بيقول هيك والأديان كلها نصت على قلة تكلفة المهور الموجودة الام احيانا هي تصبح الدافع في انو الانسان يطلق زوجته او انو يبعد عنها او تفرق بينها وبين ابنها الام تصنع سعادة ابنها طول عمرها ولكن عند زواجه بتحاول تفرق بينه وبين زوجته بطريقة مختلفة تعتبر زوجة ابنها هي عدوتها بتحاول تمارس عليها ما مورس عليها في السنوات الماضية هايامات ما كانت هي كنة بين كناين فكروا بهاي الطريقة احنا جيل شباب بنحب نعمر هاي الارض بنحب نكون شرائك بين الزوج والزوجة بنحب يكون المهور قليلة جدا حتى كثير من الشباب تتزوج اتمنى هاي الرسالة توصل لاغلب الامهات لاغلب الاباء حتى يساعدوا ابنائهم وبناتهم في انهم يستقروا في بيوتهم الزوجية فكروا بطريقتكم برنامج رسائل حاولي وصل لكم هاي الرسالة فكروا بطريقتكم باسلوبكم من رسائل كنا وياكم من قلب مدينة بيت لحم الى اللقاء اشتركوا في القناة